حد دلوقتي نقدر نقول إن الأجواء ريئة بين لجنة التحكيم مع إنه طبعاً بيحصل خلافات في وجهات النظر شفناها في الحلقة الأولى أكتر من الثانية طبعاً نصيرها الخلافات لكن الأهم إنه ما تتطور مثل ما شفنا مع أحلام وراغب علامة ومع إنه خلافه منتهى من زمان لكن يبدو إنه ما تسكر بشكل نهائي لو ترك Voice Kids هيصير يمكن بالبرنامج مثل ما صار بقرب أيدل بس تركت هذا كان رد راغب على سؤال إيتيب العربي لكن كيف بترد أحلام على راغب؟ هالكلام أنا راح أقوله لو أنا طلعت من أراب أيدل لأنه أنا اليوم عندي قاعدة جواهرية كبيرة على مستوى الخليج والوطن العربي فاليوم لو أطلع أكيد بدو ينقص في أراب أيدل كنا أنا وراغب عاملين سالب وموجب مين كان السالب؟ مين كان الموجب؟ هلأ أنت إذا شريت بطارية بيهمك السالب وين والموجب وين؟ المهم إنه في بطارية وتشتغل أنا أعرف كثير منيح يمكن أحلام أنت مجرب تتغني القدود القدود إحنا عندنا قدود حلبية بس نحن عندنا شي ثاني يعني إحنا مثلا نقول يا مركب المارد خانك علينا عود وجه له تحية أنا عارف أنه كمان شارك في برنامج ما شفنا نتيجة يعني كان ناجح كان ناجح؟ أحلام بلشت تتسافر إلى لبنان رغم كل الإشاعات اللي انحكت عن منعه من دخوله هذه بلد محكومة بلد فيها حكومة وفيها دولة يعني مريح الغابة أنا ترى أنا حتى في الغابة سافرت وأيقول سيف يعني لبنان بلد إحنا عشائنا فيها وحبينا فيها وخطبنا فيها وتزوجنا فيها أنا كان كلامي موجه لشخصين أو ثلاثة أشخاص إذا الناس هذي لألفت قصص والناس صدقتها كيف الناس؟ مش أنا اللي أسيء لبلد أو لشعب أو مش أنا ما بعرفي أنا حسسني أنه في كارثة ورح تصير ولا نحن نحن أكيانا يعني أنت رح تيجي على عائلتك على MBC ومثل كل موسم الناس بتستنى أحلام بتعليقاتها وبطلتها لا يستنون طلتي خلي يستنون علقاتي حضوري وجهوري في البرنامج هالمرة رح أكون كمان أكثر صار مع أنا يعني ما نظلم حاد ونطلق حصيلة الحصيلة لكن أيضا شكل أحلام وما لابسها بتكون حديث الناس عادة من هلأ مبلش مغير اللوك؟ سألت لهم بدي شعر أصير فطوني طبعا لا في شعري طويل فملفوف هنا وأقول لهم شو رايكم أغير قصة شعري أسويها قصيرة خلاص للأرب آيدل يعني إذا يوافقون للجمهور رح أقص شعري هنعمل استفتان بس مبارك ما يحب وبهالموسم كمان مستمرة بالتعاون مع طوني صوايا بالشعر وبعصومة بالمكياج لكن مع مين من مصممي الأزياد؟ عندي رامي القاضي مكثفة أني أشتغل معاه عندي كمان حسين حسين بزازة أنا بحبه كتير عشان كذا بلشت تقريبا حين ثمان قطعة تقريبا عندي جاهزة عندي كمان قطعة من فالنتينو عندي من ماركات كمان من برع وعندي قطعتين من الهند مرسي على زيارتك مرسي على الكيك مرسي إي تي بالعربي دائمين تابعوا أخباري معهم رأي أعطيهم حسريات شكرا يا أحلام ومستنيين منك الحسريات